النهاردة هنعمل شوية زيت كنبلة ما حصلوش قبل كده على اليوتيوب حاجة رهيبة تنعيم الشعر حاجة رهيبة الفرد الشعر انسي اي نوع جهد تاني انت عملتيه ولا تقولي لي زيت موز ولا تقولي لي زيت بامية اللي انتو هتجننوا عليه دوت خليكي في الزيت اللي احنا هنعمله النهاردة سدقين النتيجة بتاعته رهيبة فوق الوسط تطويل الشعر بجنونه على دمانتي انا اضمنها لك علاج التساقط علاج التأصف علاج الهياشان حتى لو عندك اشرة في شعرك عندك اي مشكلة في شعرك الناس اللي عندها اجزيمة عندك اي حاجة عليك وعلى المكون اللي احنا هنعمل به النهاردة زيت ده حرفيا رهيب وحاجة كده وحاجة كده اوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبيبي اخباركم ايه وحشتوني يا رب اكونوا بخير وبصحة وهنا النهاردة كالعادة جايين عشان نعمل حاجة كده رهيبة للشعر كنا اول قناة على اليوتيوب نزل لكم حصري ولأول مرة زيت الموز وعملنا بالكولاجين وعملنا بالخروع وعملنا بحاجات جديدة الناس اللي ما شافتش الحاجات دي تشوفها كل ده موجود في ملف الزيوت هسيب لك كل الملفات تحت في اول تعليق وبرضو في صندوق الوصف عملنا مع بعض زيت البامية وكان حصري ولأول مرة وقلت عليه شعر رهيب في تنعيم الشعر من اول مرة شعرك حرفيا حرير وحاجة كده رهيبة زيت البامية وزيت الملوخية برضو كنحاصر احنا اول قناة تعمله عملنا مع بعض زيت الدهب عملنا زيت الجدائل عملنا زيت جونسون كل الحاجات الامر دي هتلاقيها موجودة في ملف تعليم الزيوت حسب هالك هي وملفات تانية خاصة بالشعر والبشرة تعليم المنظفات ملف للتقسيس ملف للشيب ملف للسباغات كل ده هتلاقيه تحت يا نور عيني في اول تعليق شوف الملف اللي يعجبك وتخلي عليه تمام كده تمام كده هنصلي عن ابي محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم بقى عن الفيديو بتاع النهاردة فيديو النهاردة حرفيا احنا هنمني مش هنمني قواعد المجد احنا يعني خلاص وصلنا لحد الوحش في قواعد المجد الصراحة هنعمل زيت مش معروف انه هو زيت تمام يعني انا لما قول لحد زيت كزا قولك ايه ده ودوت فيه منه زيت احنا بقى هنعمله غالية النهاردة زيت تمام من الحاجات الرهيبة جدا 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 اللي هي منجم مضادات اكسدا فبالتالي منجم كلاجين طبعا لما اق科لي حد كلاجين ومضادات اكسدا لبانeka هنعملاد ل PERC لا لا للاسف هو مش اللبان ودكر دا حاجة تانية منجم كلاجين اكتر من اللبان ادكر وللاسف محدش عارفها حاجة كده رهيبة يعني مجموعة فيتامينات فيتامين الف فيها فيتامين به فيها فيتامين هه اللي هو فيتامين ايه اللي احنا بنجيبه من الصيدالية ده ما وجود فيها باكسرة فيها فيتامين كاف فيها فيتامين سي اللي كلنا بندور على فيتامين سي رهيب للبشرة ورهيب للعظام ورهيب لكل حاجة. آآ فيها نسبة كالسم عالية جدا عشان كده حلوة اول الناس اللي عندها تعف المفاصل بتاعتها. رهيب جدا ان هو زي ما قلتلك في ماغنيسيوم في حديد في كابريد فبالتالي حلوة جدا لو انت عندك في شعرك قشرة. في منجنيز. في حاجات كتير جدا يعني مش عارف اقولك الفوايت بتاعته بس واكم بلد فيتامينات حرفيا محطوطة فيه. ايه هو المكون ده يا راشا هو ده يا نور عيني. هو حب الرشاد. طبعا كلنا عارفين ان حب الرشاد من الحاجات التحفة جدا لكل حاجة. ما سابش حاجة الا لما علجها. كنا عملنا عنه فيديوهات للمفاصل وعملنا عنه حاجات كتير جدا حتى رسول صلى الله عليه وسلم اتكلم في حديث هو اتنين وتلاتة عن فواية حب الرشاد. يعني متضمن برضو الاحاديث عشان تبقى عارفة ان انت معاكي حاجة فعلا حرفيا كنبلة. حب الرشاد ده بيبقى بالمنظر ده نور عيني الاول. تمام? شبه السمسم الصغير كده. بيتجاب من اي محل اعتارة لو جبتي لي بخمسة جنيه اشطة جدا. هنا مش عايزة من الليلة دي غير هي معلقة واحدة فقط. تمام? حديث الرسول بقى عشان تبقى انت ماشية معاه في الصورة وعارفة ان انت معاكي حاجة حرفيا نكون بلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسفاء فان الله جعل فيه شفاء من كل دقيق. السفاء هنا اللي هو حب الرشاد. تمام? شفاء من كل ده يا عامة زي الحب السودة كده. فطبعا ممتاز جدا. عشان كده بيقلك بيعالج حاجات كتير قوي وللعظم والقو المناعة وحاجات كتير جدا. تمام? ده كده الحديث الاول. الحديث التاني ماذا في الامرين من الشفاء قال السفاء اللي هو دوت والصبر. الحديث التالت كرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم باربع شفاء من كل ده. السنة والسانوت والسفاء والحبات والسوداء. برضو هي والحب السودة من الحاجات اللي هيجعلها الله شفاء من كل ده. فطبعا حاجة رهيبة جدا. زي مقلت لك شوية زيت لا اللي هو حرفيا كل مشاكل شعرك. من تأصف من هيشام من قشرة من عايزة يطول. اي مشكلة في شعرك حرفيا هيشلها لك. تمام? تمام. طب انا هعمله بقى زيت ازاي? او هتعمل معايز زيت بصها نور ايه. اول حاجة عاوزة شوية من اي نوع زيت موجود عندك. تمام? حتى لو زيت انت عامل قبل كده. مثلا عاملة شوية زيت روزماري ده زيت. انا كنت عاملة قبل كده اصلا زيت روزماري فاصفيته. تمام? اه عندك زيت زاتون كده اشتغل بيه عندك زيت الزاتون. احنا اول قناة على اليوتيوب برضو حصري. الحمد ولله كل ما هو حصري ما بيطلعش الا من عندنا فقط. ولله الحمد يعني. زيت الزاتون بدون زاتون. احنا اول قناة حصري تعملها على اليوتيوب. حلو جدا وكان حاجة رهيبة في تنعيم وتطول الشعر. عملنا زيت ورد بدون ورد برضو رهيب جدا. عملنا ميت الورد بدون ورد. ده حاجة كده امر كل ما هو حصري حرفين وبيطلع ولله الحمد من عندنا. الحمد لله ان ربنا منور بصرتنا. تمام? اه عايز اي نوع زيت بقى زيت. ان شاء الله تجيبي زيت عباد. ان شاء الله تجيبي زيت درة. مدام انت هتستخدميه على على شعرك مفيش مشكلة اشتخدمي زيت عباد استخدمي زيت درة. لو انت عندك مثلا زيت عملتي زيت احشاب كنت عاملها قبل كده هتدى او الزيت المخمر الامر ده اللي مجربش الزيت المخمر فاته نص عمره. الناس اللي بتوع تكتب في التعليقات عندنا تساقط شعرنا بازمهم بروتين شعر بنتي ما بيطولش ازاي? واحنا عندنا زيت المخمر على القناة. زيت المخمر تقولي كده اشوفوا مكوناته? لا اللي هو ما كنتيش هتستخدميه. ويتولك شعرك متر كده حرفيا يبقى في حاجة غلط الصراحة. زيت المخمر ده كنبلها في كل مشاكل الشعر. اللي ما شفوش اكتب لي في التعليقات ابعتهله. ومش بنرد على التعليقات الا الناس اللي بتتفاعل ما احترامي للجميع. حضرتك اتفع لي حط عشر تعليقات وكتبي تعليقك هرد عليه غير كده. انا مش بفضل رد على التعليقات. او لوية الرد بتكون للناس اللي بتتفاعل في القناة. سيبي عشر تعليقات وصفة حلوة وصفة وحشة وصفة حلوة تسلم ايدك اي تعليقات خاصة بالوصفة. وحضرتك اطلوب الطلب بتاعك وانا اكتب لك الرد بازن الله في الحال. تمام? هنجيب اي نوع زيت زي ما قلت لك خدي مسلا في حدود نص بطرمان كده زي ما احنا عاملين او اقل طبعا دي حاجة بترجع لك انت. ما ينفعش ان انا استخدمه بالمنظر ده. يعني لو انا استخدمته كده هو مقفول مش هينزل المادة الجل بتاعته. يعني هتنزل اه بس يعني عارفة ان انا كده مسلا هاخد عشرة في مية من فويده. لانا عاوز ااخد كل العسرة اللي فيه لان ده لما يتفرم كده هينزلك زي جلة هيديك نعومة عارفة زيت الموز اللي احنا مهوسين عليه دوت. وبيدينا زي نعومة امر كده للشعر وتغليف للشعرية وتحس ان الشعرية بقت حرير من اول مرة. ده حرفيا هينزلك مادة جل كده هتخلي الشعر بتاعك حرير من اول مرة. عشان كده لازم ان انا اخده اطحانه الاول زي ما انت شايفة كده تحانت شوافة الكبة. تمام? بقى بالمنزر ده. فلما تطحانيه احسن هينزلك بقى كل الجل اللي في ده فتغ دي حضرتك تستخدميه بقى على شعرك يديك ترتيب ونعومة ما بعدها نعومة. يبقى عامل برضو كده زي مالمزت البام يا الامر دو. تمام? هحط هنا كده. عاوزة معلقة يعني الصغيرة بس تكون ملانة على الاخر كده زي هرمية. اهو. تمام? هحطها هنا. هاتي واحدة كمان. فيش مشكلة. معلقتين زيت اه معلقتين مطخونين من حب الرشاد. تمام? هنحطه هنا كده. قلبي لي بس كده ايميت خمس دقايق مع نفسك. بص كده حبيبة قلبي بعد ما قلبنا. يبقى معاك بالمنزر ده كده. تمام? كل الزيت. كل الزيت اتشرب من الطحن اللي احنا طحنينه. تمام? هغطي بقى على البطرمان. بالمنزر ده كده. وترجيه برضو تلات ربع رجات كده. عايزة كله كده ينزل. بص العسل. ايه رايك في الجمالح? هنعمل ايه دلوقتي حضرتك? هتلف فيه زي ما اتفقنا مع بعض في حاجة سود. قلنا ان هو شراب جوزك. الفردة التانية بقى اللي احنا اخدنا ساعة زيت اللوز اللي مر. عملنا مع بعد برضو زيت اللوز المر. ما شاء الله اللي هما صلى على النبي كان حاجة برضو حصري ولأول مرة بطريقة كده جديدة. يعني هو بيتعمل على يوتيوب بطريقة كده معينة بمكون بترميه. فتجيبي مسلا كمية رهيبة فعشان تعرف تستخرجيه. لا احنا عملنا بحاجة بسيطة اقتصادي جدا جدا جدا. حاجة رهيبة جدا. هتعملي زيت اللوز المر لازالة التصبغات والكلف واثار الحروق الشمس والجو ده بحاجة بسيطة قوي برضو هتلاقيه موجود في ملف الزيوت. كل ما هو امر اللي ما شافش ملف الزيوت ده فاته نص عمره الصراحة. تمام? آآ فهتجيبي فرضة الشراب بقى اللي احنا قلنا عطيناها بزيت اللوز هتحطيها بقى هنا. تمام? ويتربطي عليها كده. وتحطيه في مكان مظلم. مفيش شراب هتجيبي ورق فويل او اي شنطة حتى نسودة عندك مفيش مشكلة هتحطي فيها وترفعي في اي رف مظلم. طول الاسبوعين بتيجي بتروحي رجل ان انت لو سبتيه في الاسبوعين هتلاقيه زي لزق تحت كده. فانا ما استفدتش منه بحيكة. لأ حضرتك مسلا كل يوم او يومين تكوني داخلا مطبخ ما تفتحيش عليه ولا تشد لك كيس او اي حاجة. هو بس انت حضرتك كده هتديره رجل كده فوقه تحت. وتسيبه على كده. تمام? عايزة اقول لك رهيب في تنعيم الشعر رهيب في تطول الشعر عندك اي مشاكل لان انا حرفيا قدتك زي منجم فيتامينات وحاجات. فمش هيسيب حاجة في شعرك يكفح كلمة ان هو منجم كولاجين. تفاهماني? الحاجة مضدتك ده قلت لك يعني هتعلق كل مشاكل لشعرك. بعد اسبوعين يا نور عين يا تروح فتح علي وتروح مصفية وتغديل تستخدميه. طبعا قدامك طريقتين للاستخدام. اما بتستخدميه وتسيبيه على شعرك وده حل امر جدا بتستخدميه قبل التصفيف ده حل حلو. او الحل التاني ان حضرتك بتستخدميه قبل الشاور بساحتين. ان انا بحطه على شعري وبلبس كيس او بلبس بنيه. وفي نفس الوقت بجيب فوطة كده فيها مية سخنة بحطها على شعري لما تبرد اغيرها تاني بمية سخنة وحطها على شعري اللي هو حمام زيت. كلنا عارفين حمام زيت بتعمل ازاي? تمام? وبعد كده تدخل تخسلي شعرك. غسلة سريعة كده بدون شامبو او حاجة. برضو هيديكي نتيجة وممكن تعمليه حمام زيت او تستخدميه استخدام عادي اللي يعجبك. انصحك تجربيه نور عيني وعايز اقول لاخواتي اللي منضمين عالقناة عندك ملف اسمه ملف تنظيفات العيد عشان خلاص العيد قربوها على الابواب. في اقوى الوصفات لغسيل السجاد غسيل الحوائط غسيل النجف غسيل الرخام البتغاز الشفاط كل حاجة ممكن مراتب كل حاجة ممكن تتقيلها في ملف آآ تنظيفات العيد او تنظيفات البيت هتلاقيه موجود تحت في اول تعليق. عندك ملف التعليم المنظفات بيعلمك ازا تعملي الشامبو والشاور السابون السايل برسل الجيل ازا تعملي اريال اوتوماتيك في البيت ازا تعملي سابون بريحة في البيت سابون بلدي كل ده برضو موجود في ملف المنظفات هتلاقي كل ده في اول تعليق انزلي على اول تعليق شو فيه وبنلاع عليكم عايزة تفاعل شجعوني عشان اطلع لكم كل ما هو حصري وكل ما هو جديد الناس اللي مستخصرة تدوس لايك يعني اصفي من جواكي وحرام الناس تكون تعبانة فتبخس بيها. حطي لايك وحطي تعليقات علشان خاطر يوصلي كل جديد وتقدري تشوف اكبر قدر من الحاجات الحصري ما تتفرجيش على حاجات متعادة قبل كده. اختم الفيديو يا نور عيني بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.